دعت يالين السلطات الصينية إلى معالجة الطاقة التصنيعية الفائدة وقالت إن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها قد تشكل تهديداً للمرونة الاقتصادية العالمية بجدول مزلحم تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالين كبار المسؤولين الصينيين في رحلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل لثاني أقوى قوى اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة وخلال زيارتها الثانية إلى البلاد في أقل من عام تجتمع يالين مع رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائب رئيس الوزراء الصيني وحاكم البنك المركزي ووزير المالية وفق لوزارة الخزانة الأمريكية ستناقش يالين ممارسات التجارية غير العادرة وتأكيد على العواقب الاقتصادية العالمية للطاقة الصناعية الصينية الفائدة وقالت وزارة الخزانة إن يالين ستعمل خلال اجتماعاتها في الصين على توسيع التعاون الثنائي في مكافحة تمويل غير المشروع كما ستناقش العمل على تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة تغير المناخ وحل أزمة الديون في الدول النامية